اشتركوا في القناة لصندوق العمل تمكين وخلال اللقاء استمع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى شرح من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية والرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين عن برنامج فرص وما وصل إليه من تقدم ونتائج ووصوله إلى الأهداف التي وجد من أجلها في توفير الفرص التدريبية للشباب وصقل مهاراتهم وانخراطهم في سوق العمل إضافة إلى الخطة المستقبلية للبرنامج وأعرب اسم الشيخ ناصر بن حمد عن تقديره لجميع القائمين على البرنامج مرحبا سموه بالخطة المستقبلية والشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتمكين موجها سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية إيجاد الفرص التدريبية في المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص والعام وضرورة المتابعة والتنسيق مع القطاعين الخاص والعام من أجل توفير الفرص التدريبية المناسبة للشباب البحرينية كما اطلع اسموه على الخطة التشغيلية لبرنامج مساري الذي يهدف لتطوير قدرات الشباب وتسليط الضوء على النهج المنح الدولية والشركات الاستراتيجية مع أفضل الجامعات الدولية والشركات ليكون الشباب البحريني مؤهل من كافة النواحي حيث حتى سموه القائمين على المشروع بالتركيز على إيصال المعلومات لكل المشتهدين من الشباب البحريني ليكونوا قادرين على الاستفادة من مميزات البرنامج والتواصل مع الشباب من خلال ورش عملية في المدارس ليستفيد منها المشتهدين من الطلاب هذا وبرك سمو الشيخ ناصر مبادرة تنظيم مدينة الشباب بنسختها القادمة وادخال التطوير عليها من خلال الشراكة الاستراتيجية بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وتمكين مبديا سموه تقديره للتعاون البناء وعمل كافة المؤسسات والجهات بروح الفريق الواحد في سبيل الارتقاء بالقطاع الشبابي كما أكد سموه الحرصة على مواصلة دعم القطاع الشبابي في ظل ما يلعبه من دور محوري وهام في مواصلة النهضة التنموية للمملكة إضافة إلى أنه مستقبل المملكة المشرق مشيرا سموه إلى أن البرامج من شانها مواصلة الارتقاء بالخدمات الشبابية وتتيح الفرص للشباب في إبراز مواهبهم وقدراتهم مؤكدا سموه الحرصة على مواصلة الدعم لتحقيق الأهداف الكاملة من البرنامج اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر